طيب معي عبر الهاتف الان الكابتن احمد ايوب المدير الفني الحالي الفريق المروجي الليبي ومدار منتخب مصر الاصبر كابتن احمد مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معي حبيب يا كريم اخبرك ووحشني وانت اللي دايما متعلق يا ربي خليك يا كابتن احمد رأيك ايه في المباراة النهاردة يعني طبعا يعني هارد لك منتخب مصر يعني عدم الفوز النهاردة ولكن اتعادل لسه بخديه في المنافسة يمكن الاداء النهاردة بالنسبة لمنتخب مصر يعني طبعا اكيد مش ممكنة لكل الناس اللي اتصرجوا على المباراة بالاداء الفني يمكن شوفنا يعني المباراة شوطين مختلفين يمكن الشوط الاولاني ما شوفتش فرقة عاوزة تكسب التانية كانت تحفظ كبير جدا نفيش فرص محققة على المرمى سواء المنتخب مصر او منتخب غانا باستثناء الكورة اللي جات هدف لمنتخب غانا وكان يعني خطأ في الضغط في وسط الملعب الفني كان خلفين من بعض عندي حساب لبعض يعني زيادة عن اللازم ما كانش فيه متعة كروية خالص الشوط الاولاني صحيح لما هدف الجيس المنتخب مصر المشوط التاني كان مغير شوية مصر تجرأت شوية في الحطة الهجومية ولما تجرأت وضحت عيوب غانا في الضغط والرقابة والاستفادة الدفاع وكان واضح جدا جدا في المباراة الاولى امام الرأس الاخضر انا شفت المباراة وقد ايه كان فريغانا فاجئت بيعني ضعف المستوى الكدير اللي كان فيه امام منتخب الرأس الاخضر كان ممكن يتغلب اكتر من من هدف لما منتخب مصر كان عنده شوية جرأة هجومية قدرنا نخلق فرص قدرنا نوصل للمرمى ولكن يعني النتيجة يمكن عادلة من خلال سير المغراءة ولكن غير مرضية لجموع الشعب المصري لان ده يعني مش اداء منتخب مصر اللي احنا متعودين عليه ولا ده تموح الناس في منتخب مصر للفترة الحالية بعد المغرات الأخيرة والنجوم اللي موجودين في المنتخب ولكن محتاجين اكبتر احمد اه محتاجين اكبتر احمد نعدل محتاجين نعدل ايه محتاجين نعدل ايه قبل مباراة كاف بلدي يعني التعديل انا خدين اقول البدايات دايما في البطولات المجمعة دايما فيها عثارات في الاول شوفنا منتخب كونس وشوفنا منتخب الجزائر يمكن بالسناء المغرب والسنغال اه كل الفرق متشادها البطولة الحد لوقته ضعيفة فنية مش مستوى مش مش كبير اه اعتقد اه اه التعديل هيكون من خامل المجدد الفني مش مش يعني مش داخل الملعب او في تاكتك معاين لان انا يعني خلال المباراة الاولاني المباراة الاولى والمباراة التانية انا ما شفت الجمل متكررة هجومية لمنتخب مصر ما شفتش تنظيم هجومي واضح لمنتخب مصر ما تقدرش تقول وانت تتفرج على المطشين يا كريم منتخب مصر بيوصل للجون ازاي منتخب مصر بيهاجم ازاي منتخب مصر بيحضر ازاي يعني كلها كلها على متى استفهام على الاداء الفني داخل الملعب يعني النهاردة مش شفتش جملة متكررة مش شفتش تحرك متكرر مش شفتش تحضير وتطلوها بالكورة وتطرق بالكورة اه وربط ما بين وسط الملعب والمهاجمين ده مش شفتش في المباراة الاولى ولا في المباراة التانية فما فيش شخصية ولا شكل واضح لسه لمنتخب مصر نقول البدايات نقول عصرة البدايات واضح ولكن لازم المدير الفني مصر بيتوريا يكون يعني واضح في تشكيله واضح في اهدافه خلال المباراة واضح في تعليماته للعيبة الفترة الجاية ان شاء الله انا عارف انه بيتفرج على المباراة وبيطلع منها النقطة الاجرية والنقطة السلبية ولازم يكون التعليمات واضحة والتنفيذ احنا كمتابعين ومحبين للمنتخب ومهتمين بالرياضة ومتخصصين فيها لجب نشوف حاجات واضحة لمنتخب مصر عشان نقول ان ده شكت لمنتخب مصر صحيح كابتن الكبير كابتن احمد ايوب المدير الفني المروج الليبي ومدار منتخب مصر اصبح انا بشكره شكرا جزيلا على هذه المدخلة